اشتركوا في القناة من سور القرآن الكريم مع سورة المعارج سورة المعارج من السور العظيمة وهي سورة مكية بالاتفاق كما ذكر ذلك الإمام الآلوسي ومن قبله ابن الجوزي وكذلك الإمام العيني ونزلت هذه السورة بعد سورة الحاقة على قول لابن عباس كما ذكره أهل التفسير هذه السورة عدد آياتها 44 آية وهذا على العد الشامي والبصري والمكي ما عدا أهل حمص قالوا أنه 43 آية وذكر الآلوسي أن هناك من قال على أنها 42 آية الخلاف الموجود في العد ربما البعض يسأل يعني آية القرآن واحدة لماذا هذا الخلاف في العد الخلاف في العد في قضية أنه منهم من اعتبر قول الله تعالى يعني تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلة اعتبرها آية ومنهم من وقف عند يعني 50 ألف سنة فجعلها آية ثم أكمل فاصبر صبرا جميلة جعلها آية أخرى علماء العد غالبا يعني يختلفون في قضية عدد الآيات لكن الجمهور على أنه يعني 44 آية سورة المعارج يعني كما ذكر أهل التفسير قال وهي ذكر ذلك إذن من العشور قال هي في معناها مكملة لسورة الحق بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الكافرين وأحوال الطغاة واستنكارهم للبعث جاءت عفوا جاءت سورة الحق سورة المعارج عفوا استكمالا لموضوع ما جاء من نقد الكافرين والكلام عن الكافرين في سورة المعارج مضمون السورة لا شك أنه جميع السورة المكية تقريبا هناك خيط واحد يعني تشترك فيها السورة المكية جميعها الكلام عن البعث والنشور والقيامة والرد على منكرين البعث والرد على منكرين النشور هذا غالب ما تأتي به السورة المكية في خطابها للمكلفين السورة يعني تكلمت عن أحوال الكافرين وتكلمت عن ابتدأت بسؤال وابتدأت باستفسار عن سائل يسأل عن عذاب يقع وهذا العذاب على من يقع فكأن الله قال العذاب واقع على الكاثرين وليس فقط إخبار أنه واقع على الكاثرين بل أنه ليس له صارف إلا الله وبما أن الله قد أمر به فليس له صارف عن هذا العذاب ثم تكلمت السورة عن عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات وعروج الملائكة وقطع هذه المسافات العظيمة في وقت لا يعلمه إلا الله يعني وجعل مقدار خمسين ألف سنة هذا الوقت لو كان لنا في عروج الملائكة وأنا ستكلم عن ظواهر الآيات دون التفصيل والتفصيل سيأتي في التفسير يعني ربما ستسمعون أوجه أخرى في القول لكن هذا الذي ذكره أهل التفسير في قضية النظر العامة في الآية يعني حتى كما ذكر البقاعي في شيء من هذه المعاني وجاء التصبير للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي بالصبر حتى أنه ابن عاشور يقول والسورة جاءت تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتصبيرا له لما عاناه من يعني عراض المشركين وقلة وكثرة استهزائهم وسخريتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام فجاء الأمر من الله أنه فاصبر صبرا جميلة فإن العاقبة للتقوى وإن العاقبة لك يا محمد عليه الصلاة والسلام ولمن تبعك من المؤمنين وتكلمت عن أحوال يوم القيامة وعن ما يجري من يوم القيامة وماذا يكون من حال المجرم وماذا يفعل في ذاك اليوم من الافتداء بأمه وأبيه والافتداء بصاحبته وأخيه وبنيه ولم يذكر الأم والأب سنذكر ذلك إن شاء الله في تفصيل آخر والسورة كلها قلنا تدور حول هذا المحور العظيم لو جئنا إلى حتى أن أبو القاسم من السلام في كتابه لغات القرآن يعني أورد قال أنه السورة ورد فيها أربع كلمات من لغات القبائل سنذكرها يعني المهل وهلوعة وإلى نصب يفضون وغير ذلك من الألفاظ الأربع ألفاظ ذكرها القاسم من السلام في كتابه لغات القرآن على أنه كل لفظة من لغات العرب ونحن نقول لغات والبعض يقول لماذا لن تقول لهجات حقيقة في الأصل ليس هناك فرق بين اللغة واللهجة إنما هذا التفصيل هو تفصيل استلاحي يعني الناس استلحوا وتعاملوا على أنه يفرقون بين اللهجة وبين اللغة وإلا فمن حيث المعنى كلاهما متقارب يصح استعماله ولذلك والدليل على هذا أن القاسم من السلام هو أحد أعمدة العلم ويعني عالم عملاق حقيقة أن ألف كتاب اسمه لغات القبائل فدل على أن استعمال اللغة للتفصيل وللقبائل جائز نعم لكن استعمال الندارج الآن نقول لحجات ونقول لغات للتفريق بين ما كان أما وما كان فرعا أما في السابق فما كان عندهم هذا التفريق أو هذا التفريق الدقيق نعم ابتدأت الآية أو سبب نزول الآية أيضا تكلم العلماء في سبب نزولها فروا الإمام القرطبي والمشهور من كذلك يعني الإمام القرطبي وأبو السعود العمادي والشربيني وابن كثير وغيرهم يعني العلماء المفسرين بكروا على أن الجمهور على أن السبب النزول هو أن النظر بن الحارث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال أنه قال إن كان هذا الحق من عندك اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم فيعني كأنه هو الذي سأل العذاب وسأل يعني إن كان مصداق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم العذاب لذلك يقول الشنقيطي إشارة جميلة يقول يعني وأثبت العقل والنقل العقل والنقل أثبت يعني جهل أهل مكة في ذاك الوقت حيث أنهم عندما يعني طلبوا صحة صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا ماذا أن صحة النبوة أن ينزل عليهم العذاب وهذا لاحظوا قالوا أنه كان سحرة فرعون أكثر فهما وعلما منهم لذلك سحرة فرعون لاحظوا لما جاءوا قالوا بعزة فرعون قالوا بعزة فرعون أنه نحن الغالبون لكن مع ذلك لما رأوا الآيات ويعني ألقوا حبالهم وعصيهم ورأوا أنه هذه الحبال والعصي سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ولما ألقى موسى عصاه فهذا يتلقى ما يأفكون هناك ماذا فعلوا انقلبوا مباشرة يعني انقلبوا ساجدين وقعوا ساجدين لهذه المعجزين يعلموا أن هذا الحق ولم يعاندوا بل أنهم تحملوا حتى أذى فرعون في عندما قال له آمنتم له قبل أن آذن لكم ومع ذلك لما رأوا الحق انصاعوا إلى الحق دون أن يترددوا ولاحظوا أهل مكة من العناد والكبر وهذه مشكلة كبيرة قضية الكبر العناد والكبر الذي عندهم أنهم لما يعني رأوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ماذا طلبوا قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك يا رب فأمطر علينا حجار من السماء بدل أن يقولون يا رب إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إلى الخير يا رب أميل قلوبنا إلى الخير إن كان هذا هو الحق من عندك ولذلك يعني أثبتوا على جهلهم هناك يعني من ذكر القرطبي ذكر رواية أخرى قال وفي أسباب النزول أن هناك رواية أخرى أنه النعمان بن حارثة الفهري يقول جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه يقول فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أمرتنا أن نشهد أن لا إله لله فقبلناها منك وأمرتنا أن نشهد أنك رسول الله فقبلناها منك وأمرتنا بالصلاة فقبلناها منك وأمرتنا بالصيام فقبلناه منك وأمرتنا بالحج فقبلناه منك ثم ما لبثت أن فضلت ابن عمك علينا يعني فهل هذا أمر من عندك أم أن الله أوصاك به فقال لا إنما هذا أمر أوصاني الله به يقول فخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يقول فما أن وصل دابته حتى جاءه حجر من السماء لا يعلم من أين فقتله هذه الرواية يذكرها القرطبي الإمام بن كثير يعلق على هذه الرواية يقول وهذه الرواية لا تصح يقول لأن السورة مكية بالاتفاق السورة مكية ومن كنت مولاه فعلي مولاه هذا كان في غدير خم وغدير خم هذا كان في أواخر يعني أواخر أحد المدني وبيدهما فرق شاسع جدا ربما أن يكون هذا الرجل قال هذا الكلام لكنه ليس هو في سبب النزول ولذلك يقول يعني أنه القول بأن هذه القصة وقعت في مسألة من كنت مولاه فعلي مولاه يقول أن هذا بعيد هكذا يقول الإمام بن كثير في تفسيره هناك من يقول على أنه سبب النزول أنه أن الكاثرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا تعيدنا بالعذاب يا محمد ولا ينزل العذاب يعني أنت دائما تقول يعني كما قال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وغير ذلك من الآيات أتى أمر الله فلا تستعجلوا يقول كل هذه الآيات جاءت فيقالوا يا محمد يعني تعيدنا بالعذاب ولم ينزل العذاب وكأنهم سألوا العذاب فجاءت جواب أنه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع أي أنه العذاب واقع وحاصل وقد ذكر الإمام الرازي قال أن هذه الآية هي نظير قول الله تعالى يعني أتى أمر الله فلا تستعجله على أنه عذاب واقع وقد وقع هذا العذاب وهو واقع لا محالة والعذاب لم يقع بعد كما قال أتى بالفعل الماضي وتستعجله بالفعل المضارع أي أنه هو آت في حكم الله وفي علم الله لكنكم تستعجلون حصوله نعم وهناك من قال على أنه النزول أنه سأل النبي أو سأل المؤمنين قالوا على من هذا العذاب سيقع هذا التخويف في العذاب الذي سيقع على من فنزل أنه للكاثرين ليس له دافع أنه العذاب واقع على الكاثرين هذا جملة ما قيل في قضية أسباب نزولها وفي عدد آياتها وفي مضمونها وفي ترتيبها كما قلنا أنها بعد الحاقة والآن نشرع إن شاء الله في تفسير مفردات اللفظة وبيان ما حوته السورة من معاني دقيقة في هذا السياق يعني سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل هناك قراءة أنه سالة وهناك قراءة من سألة والمهدوي حقيقة يفصل في ذلك في قراءة الهمز وقراءة غير الهمز ولن أدخل في تفصيلات كثيرة سأذكر ما يهم المشاهد والمستمع في هذا الأمر دون الخوض في بعض التفاصيل الدقيقة في مسائل اللغة أو النحو أو القراءات حتى لكن قال من قرأها على أنه سأل سائل بعذاب واقع قال المفسرون قال الزمخشري لما كانت سألة عديت بالباء فكأنه فيها معنى دعا يعني سأل سائل أي دعا داع بعذاب وذلك قال جاءت الباء حتى لأن فعل سأل يتضمن فعل دعا يعني المرات القرآن الكريم هذه قضية التضمين قضية عظيمة وجميلة جدا أن تأتي لفظة لكن بعد هذه اللفظة أنا سأبسطها يعني لكم أن تأتي لفظة ويأتي بعد اللفظة حرف في ظاهره في ظاهره لا يتناسب مع اللفظة يعني مثلا عيني يشرب بها عباد الله يشرب بها أم يشرب منها إحنا غالبا نقول يشرب منها إذن القرآن لما قال يشرب بها إذن أراد تعدية الشرب وأراد أن هنا يشرب بها أراد معنى آخر معنى أعظم وأدق من قضية يشرب منها ولذلك قال يشرب بها فمن خلال حرف الباء هذا يعلمني القرآن أنه أراد معنى آخر في اللفظ الأولى من يشرب كذلك هنا يعني ما قال سأل سائل عذابا واقعا قال سأل سائل بعذابا واقع فالزمخشري فكل عالم أخذ يعني ينظر إلى المسألة من جهة فالزمخشري قال لما كان فيها معنى دعا سأل بها معنى دعا كأنه دعا داعا بعذابا واقع كأنه هناك من دعا بالعذاب كما قلنا على قصة النظر بن حارث ابن كثير يقول هنا سأل سائل بعذاب واقع وكذلك الرازي وغيره منفسرين قالوا هنا سأل سائل قد تكون من المعاني أن تكون الباء للتوكيد هذا قول الرازي قال قد تكون الباء للتوكيد يعني كما قال وهزي إليك بجذع النخلة هزي إليك بجذع النخلة يعني وهزي إليك جذع النخلة لكن بجذع النخلة تأكيد للهز كذلك هنا تأكيد لوقوع العذاب جاءت الباء على هذا المعنى الدقيق أن سأل سائل بعذاب واقع أي أنه سأل سائل أن العذاب واقع بهم لا محالة وهناك من قال يعني كالابن عاشور قال لما هنا سأل سائل بعذاب واقع يعني تضمنت معنى الاستعجال والدعاء والطلب فكل هذه المعاني ممكن تحتمل في الباء كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون يستعجل بها فجاءت يستعجل بها هنا الباء على معنى الاستعجال كذلك قال سأل سائل بعذاب واقع أي أكأنه استعجل مستعجل وقوع العذاب هذا من باب الكذر والإنكار على النبي عليه الصلاة والسلام فقال سأل سائل بعذاب واقع على هذا المعنى فكما قلنا لا تخرج كلمة سائل عن دعا وطلب واستعجل أو تكون هي الباء للتوكيد فيكون السؤال على حقيقته أنه سأل سائل بعذاب واقع هناك من قال على أنه وهي رواية مروية عن ابن زيد ذكرها أيضا القرطبي أنه سالة سالة يعني سالة إما أن تكون كما ذكر المهدوي قال هذه لغة من لغات قريش يعني سالة يسال مثل خاف يخاف ونال ينال على أنه سأل لغة من لغات العرب على سألة لا يقولون بالهمز يقولونها بالتسهيل من غير همز فيقولون سالة سالة يسال أي يعني سأل سائل لكن يقولها سالة سائل سائل يعني على أنه سائل لكن كما قلنا لغة من لغات أنه لا تثبت الحمز كما خاف يخاف وينال إنه لا ينال هناك من قال لابن زيد رواية أنه سالة من السيلان سالة يعني مصدرها السائل والسيلان يعني مثل غارة الغائر والغور أي سالة قال سالة واد من جهنم بالعذاب على الكافرين يعني سالة سائل يعني سالة واد من أودية جهنم على الكافرين بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع كأنه سيلان هذا الوادي في جهنم على الكافرين لإنكارهم على النبي عليه الصلاة والسلام ولإنكارهم كتاب الله سبحانه وتعالى فسالة على معنى السيلان قال ابن كثير وإن كان هذه الرواية مروية عن ابن زيد كما ذكر ذلك القرطبي وأيضا يعني ذكرت عند بعض أهل الأثر لكن قال ابن كثير قال وهذه ضعيفة فالأول حملها على السؤال إما حتى قراءة سالة أو قراءة سألة لكن هو السؤال يكون أولا لأن هذا هو ظاهر للفظ أما حمله على السيلان فربما فيه بعد يعني كما ذكر ذلك أهل التفسير سأل سائل بعذاب واقع تكلمنا عن الباء وقلنا أوجه الباء الموجودة أما هذا بعذاب واقع اتداء قبل أن نتكلم بالعذاب والواقع هذا الكلام يعني العذاب الواقع هل هو في الدنيا أم في الآخرة يعني العذاب الواقع الذي توعده الله للكاثرين الذي ليس له دافع هل هو في الدنيا أم في الآخرة الجمهور ذهبوا كما ذهب ذلك أيضا الرازي قال على أنه المراد هو الآخرة يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة أنه العذاب إذا وقعت الواقع ليستوقعتها كاذبة خافضة رافعة وغير ذلك من الآيات التي جاءت في الكلام عن يوم القيامة وقالوا أيضا هنا يعني قالوا فاصبر صبرا جميلة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وهو الكلام عن يوم القيامة يعني ما هو علاماته قال يوم تكون السماء كالمهلي وتكون الجبال كالعين إذن الكلام كله عن يوم القيامة هناك من المفسرين ذهب قال لا وإن كان المراد هو يوم القيامة لا شك أنه لا ينكر هذا لكن ممكن أن يراد به الدنيا أيضا قال لذلك أنه يعني ما وقع للنظر بالحارث أنه قتل يوم بدر وأنه السورة مكية ومعركة بدر كما هو معروف حدثت فيما بعد فكأنه يتوعد لبعض الكافرين ماذا سيحصل لهم عن قريب لأنه قال يرونه بعيدا ونراه قريبا ما كانوا يتوقعون أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى المؤمنين الذين معه أن سيكون لهم نصر ويكون لهم دولة ويكون لهم عزة ويكون لهم جيش يقاتلون ويحاربون لذلك يعني كانوا يرونه بعيدا والله قال ونراه قريبا أي نرى أن الأمر قريب وطوية الحال قضية الزمن عند الله سبحانه وتعالى هذا أمر يعني الله خالق الزمن يجري الزمن على خلقه ولا يجري الزمن عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نعم قال بعذاب واقع والعذاب قلنا أصل كلمة العذاب من المنع والحبس يعني عندما يقول العرابي استعذب لنا الماء أو جاء بماء عذب قال ماء محبوس كيف يكون الماء محبوس قال إذا الماء إذا حبس ماذا سيكون فيه تركض الأوساخ التي فيه فيصف فيقول ماء عذب إذا ماء كان ماذا قد ركدت فيه الأوساخ وصفا فيكون ماء عذب على اعتبار أنه ماء ممنوع عن الجريان محبوس عن الجريان ومنها سمي العذاب عذابا لأنه الإنسان إذا حبست حريته وحبست راحته يسمى أيضا عذاب والماء العذب كما قلنا الماء المحبوس والعذب التي توضع على الإمامة من خلف قال لأنها تمنع حر الشمس عن الرقبة فسميت عذب أيضا نعم قال بعذاب واقع العذاب واقع وقلنا أنه العذاب لم ينزل بعد وهذا كما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا أي أن العذاب واقع بهم لا محالة واقع العذاب بهم لا محالة قال للكافرين ليس له دافع بالمناسبة قبل أن نتكلم عن للكافرين ليس له دافع نجي على لفظة واقع لاحظ مرات نستعمل كلمة وقع ونستعمل كلمة سقطة نقول فلان وقع ونقول فلان سقط مثلا ويعني يسقط عليكم السماء كسفا فإن القرآن استعمل كلمة سقطة واستعمل كلمة وقع لكن ما الفرق بينهما لاحظوا الفرق بينهما جميل ودقيق أنه وقع تأتي على معنى الثبات قل وقع الحق وبطن ما كانوا يعملون أي ثبت الحق فالذي يقع هو الأمر الذي يثبت لكن إذا أردت معنى الذي نستعمله إحنا بالعامية فالأولى أن تستقول ماذا سقطة على معنى النزول والغبوط والتردي يعني ممكن يكون على هذا ولذلك يعني عندما نقول وقع الأمر أي أنه ثبت الأمر كأنه هذا فهنا قال ولذلك سميت القيامة ماذا واقعة إذا وقعت الواقعة أي أنه حاق وثابت وحاصل كأنه هذا المعنى أما هنا قال بعذاب واقع أي بعذاب حاصل بعذاب ثابت أثبته الله وأمر به والحكمة من الله جرت على إجرائه وعلى نزوله وعلى وقوعه فكان على هذا المعنى ثم قال للكاثرين ليس له دافع للكاثرين ليس له دافع فقالوا على هنا للكاثرين يعني قالوا إما اللام تأتي على معنى عن أي عن الكاثرين ليس له دافع وإما اللام جاءت للملك يعني الملكية أي أنه هذا من خصائصهم كما ذكر الرازي قال هذا من خصائص العذاب لهم فهو من خصائصهم كأنه أشبهه شبهه بالملك ملكهم يعني هذا العذاب ملك لهم قال للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع هناك من قال على أن هناك تقديم وتأخير في الآية أي أنه سأل سائل بعذاب من الله واقع للكافرين أو على الكافرين ومنهم من أخذ اللام على معنى على أي على الكافرين ليس له دافع ليس هناك أحد يدفع عن الكافرين في ذلك اليوم كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه فلا تنفعهم شفاعة الشافعين وذكر على أنه يعني فليدعو ناديه سندعو الزبانية آيات كثيرة جاءت على بيان أنه يعني لا نجاة للكافرين في ذلك اليوم خاصة إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوقع العذاب على الكافرين وأثبته عليهم فليس هناك صارف لعذاب الله عنهم وجاءت هنا الكافرين والقرآن نلاحظ أنه يأتي مرات يغير بين الجموع وهذه من عظمة القرآن لأن كل جمع له معنى وله دلالة دقيقة فمرة يقول مثلا كافرين مرة يقول كفار مرة يقول كفرة مرة يقول كواثر ولا تمسكوا معسام الكواثر فلاحظا القرآن الكريم يعني يغير بين صيغ الجموع وهذا التغيير حقيقة له دلالات دقيقة هنا قال للكافرين ليس له دافع أي ليس له صارف عنهم لأن الله قد الحكمة الإلهية اقتضت أن يقع العذاب على الكافرين فليس هناك ليس له دافع ليس هناك أحد يستطيع أن يدفع العذاب عنهم لأنه سبقت كلمة الله وسبق علم الله كما قال ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فعلم الله سابق بأنه من سيقع عليه العذاب ومن سينجو لذلك يعني قال للكافرين ليس له دافع والكفر في أصله التغطية والستر وأنه هنا كأنهم كفروا ستروا نعم الله عليهم وستروا توحيد الله وستروا الفطرة التي جعل الله فيهم على أنهم يعني لا بد لهم من الإيمان فهم قد كفروا كل هذا فكانوا كافرين نتوقف للقدر إن شاء الله على أن نكمل في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته